السلام جميعا كيف حالكم معكم يا رحمد ماجستر كيمة من الجامعة الأردنية زي ما بتعرفوا رابط أكاونت على انستجرام موجود بالدسكريبشن فلعنده اي سبسار بقدر يعمل لي فولو يبعث لي مسجد بسؤاله او يترك لي كومنت تانيا ما تنسوا تعملوا سبسكريبشن وتشغلوا نوتوكيشن لقناتي على اليوتيوب اوكي نحن اليوم رح نكمل تشابتر ثري عن البرسنتج كومبوزيشن من قبل هيك اخذنا عن المولر ماس كيف نحسبها بدني اجمع المولر ماس لكل عنصر لحال بطلع معي المولر ماس لكمباون وبعدك اخذنا عن المول كونسبت وانه كيف احول من ماس لمولز عن طريق انه المولز بتساوي ماس على مولر ماس وكيف احول من مولز لنمبر اتومز عن طريق ان اضرب بأفوكادروز نمبر الفيديو موجود بتقدروه ترجعو له طيب هلا نحكي عن البرسنتج كومبوزيشن هي نسبة العنصر داخل المركب فانا عشان احسب البرسنتج كومبوزيشن عندي طريقتين الاولى بقول ان البرسنتج كومبوزيشن لالاليلمنت اي بتساوي الماس لأي على الماس للكمباوند او الماس للسامبل تمام نفس الاشي كومباوند او سامبل ممكن نحكي ما بفرق عن بعض طيب ضرب 100 تمام ضرب 100 بالمية هاي بحال كان معطيني ماسز احيان ما بيعطيني ماسز بطلب مني اطلع ماس بيرسنتج كومبوزيشن فالطريقة التانية ما يكون معطيني ماس بقول البرسنتج كومبوزيشن بتساوي المولر ماس طبعة اي الايليمنت اي على المولر ماس طبعة الكمباوند تمام بس بدي اضرب اي ايليمنت اي بيعدد ذراته هلا بنشوف كيف تمام تايمز اهندرد فكمان مرة البرسنتج كومبوزيشن اما ماس او مولر ماس او مولر ماس او مولر ماس او مولر ماس حسب ايش بيكون معطيني بسؤال خيرا ناخد مثال على الحالة الاولى عندي بهذا المثال اعطاني الماس للسامبل الي 8.657 والماسة استعون كاربون هادرجن اوكسجن وبدنا البرسنتج كومبوزيشن فابقولها البرسنتج كومبوزيشن لاي اي المنت بتساوي الماس تبعت الايليمنت على الماسة السامبل او total mass سامبل خلانا نستخدم هالمرة times a hundred طيب باجي بالنسبة للكاربون هاي الماس تبعت الكاربون رح اقسمها على الماس للسامبل الي 8.657 ورح اضرب بمية بالمية طبعا فرح يطلع معي الانسر هون على الكالكوليتر بطلع 60.6233 ازد امشي على significant figures هون عندي 4 significant figures تحت 4 significant figures فلازم الفاعل الانسر يكون برضو 4 significant figures وحيطلع عندي الانسر لهون طبعا بالمية رح يكون تمام طيب نيجعل الهايدرجن رح اقسم الماس تبعت الهايدرجن على 8.6574 times a hundred بطلع معي الانسر خلانا نشوفها الكالكوليتر 11.11% الاكسجن رح اقسم على 8.6574 وبطلع معي الانسر 28.68% او بقول الاخر element بدي الاقي ممكن يعني طريقة تاني احكي ان هالاكسجن بتساوي 100 minus 11.11 plus 60.62 البرسنتج تبعت الهايدرجن زائد البرسنتج تبعت الكاربون بطرحهم من مية بطلع معي البرسنتج للأكسجن سواء هاي الطريقة او اللي هي اما القانون او هاي الطريقة كلاهما صح بما اني انا قعد بحسب لاخر element طيب ناخد مثال تاني هون معطيني انه فيه سامبل contains تمام 0.1417 nitrogen and 4045 0.4045 جرام من الاكسجن بده البرسنتج كومبوزيجن طيب هلا البرسنتج كومبوزيجن للنيترجن رح تكون الماس تبعت النيترجن اللي هي 0.1417 على التوتل ماس التوتل ماس من اجيبها مش معطيني اياها بالسؤال بس بما انه هاي سامبل فيها النيترجن و اكسجن رح اجمع الماس تبعت النيترجن و الماس تبعت الاكسجن يطلع معي التوتل ماس رح اقول 0.4045 plus 0.1417 تمام بكمان مرة هون التوتل ماس مو معطيني اياها صراحة او الماس هي السامبل مو معطيني اياها صراحة بس انا بقدر الاقيها بما ان هاي السامبل بس فيها اكسجن و نيترجن و معي الماس استاعونه بس بجمعهم بطلع معي التوتل ماس و انتبهوا لما تدخلوا على الكالكوليتر تحطوا الاقواز عشان الكالكوليتر تحسب صح فحيطلع معي هون الانسر 25.94 تمام طيب نيجي للأكسجن اما بقول 100- هذا الرقم او الماس للأكسجن هي 0.4045 على التوتل ماس هاي بس حسبناها بس دخلوها على الكالكوليتر بتطلع 0.5462 times 100 رحيطلع معي الانسر بس 74.06 تمام او كمان مرة بنحكي 100- هاي النسبة اللي هون تمام الموضوع سهل ماس بيرسانت بقسم او بيرسانتش كومبوزشن بقسم ماس على ماس طب اذا ما كان معطيني ماس حكينا بروح للمولر ماس فخلين ناخد مثال على الحالة التانية في عندي هون لغلوكوز C6H12O6 وطالب مني البرسانتش كومبوزشن ومش معطيني اي ماس فشو بحكي الحالة التانية للماس بيرسانت او البرسانتش كومبوزشن هي خلين ناخد نبلش بالكاربون حكينا المولر ماس تبعت الكاربون تبعت ضرب N اللي هي عدد ذراته على المولر ماس للكمباوند اللي هو C6H12O6 طبعا تايمز 100 فعندي المولر ماس للكاربون هي 12 تايمز عندي 6 اتمز من الكاربون على المولر ماس لغلوكوز خلين نحسبها تطلق 180 هاي 180.15 تمام فهون رح يكون 180.15 من وين جبت هذا الرقم بقول 6x12 plus 12x1 plus 6x16 حسبت يعني دربت المولر ماس لكل عنصر بي على الدراته حتى احسب المولر ماس طيب هون رح يطلع معي الانصر خانشوف على الكالكوليتر الانصر عندي هو 39.97% طيب هلا هاي لا الكاربون خانو نكتبها هون هتكون عندي 39.97 نيجي نحسب للأكسجن 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 رح نحكي المولر ماس للأكسجن بيرسنت تمام فهاي رح تطلع عندي 53.29 طيب بضل عندي اخر اشي خانو نستخدم الطريقة التانية تمام نكون اتدربنا على الطريقتين بحكي 100 منس 53.29 بلس 39.79 هيتطلع معي الانصر 7.42 بيرسنت هاي لا الهايدرجين تمام طيب ضل عندي اخر فكرة على هاي الموضوع اللي هي لما يعطيني ماس لسامبل ويطلب مني ماس لا خلينا ناخد مثال او خلينا على نفس المثال هاد تمام طلعنا انه الماس بيرسنت للأكسجن هي 53.29 خلينا بس نعدل شوي عليه هون اعطاني انه عندي 5.71 جرام من السامبل معناه how much أو how many جرامز of اكسجن are in this sample تمام طيب شو بعمل بما انه انا اعطاني الماس للسامبل بحكي الماس للأكسجن بتساوي الماس للسامبل اللي هي 5.71 times البرسنتج للأكسجن اللي هي 0.25 5 sorry 53 sorry 53.29 تمام وطبعا 0 كمان مرة انها يبرسنتج خلينا اعدلها راح تكون راح تكون عندي 0.53 29 equals بضرب هدول الرقمين بطلع على الكالكوليتر بطلع عندي 03.04 اكسجن طيب لو طلب مني للكاربون خانطلع هون هاي كانت اكسجن خانطلع للكاربون الماس للكاربون بقول بتساوي الماس للكومبون times البرسنتج للكاربون هي 0.39 ننتبه انه نستخدم البرسنت ك 0. البرسنت تمام 97 راح يطلع عندي الانسر على الكالكوليتر راح يطلع عندي 2.28 لو طلب مني للهايدرجن اما بستخدم نفس الطريقة الماس للسامبل ضرب البرسنتج للهايدرجن او بقول 5- بجمع هدول يعني هدول راح اجمعهم واطرحهم من الماس للسامبل بطلع معي الماس للهايدرجن طبعا من وين اجا هاي انه انا اضرب الماس تبعت السامبل بالبرسنتج للإلمنت من القانون نفسه حكينا احنا انها الماس بيرسنت بتساوي الماس الماس للإلمنت على الماس للسامبل تمام هو طالب هاي فبس راح اضرب در تبادل من وهون اجا القانون او من هون اجا طريقة الحل هيك احنا بكون خلصنا البرسنتج موضوع تاني كتير مهم اللي هو الامبيريكال فورميلا والموليكولر فورميلا هلا شو هي الامبيريكال فورميلا والموليكولر فورميلا هي صيغة المركب يعني هون انا بدي اصير اكتب الصيغة ل النون كومباوند طيب شو الفرق بين الامبيريكال والموليكولر الامبيريكال هي هي the smallest ratio between elements زي قبل شوال انا كنت كاتب C6 H12O6 تمام هاي بسميها موليكولر ليه لانه هاي مش the smallest ratio between the elements يعني هاي الفورميلا بقدر اصغيرها باني اقسم على ستة جميع الامبيريكال بصير عندي C H2O هاي بسميها امبيريكال ليه لانه ما بقدر ابصتها اكتر من هيك امبيريكال تمام فالامبيريكال فورميلا هي الفورميلا اللي انا ما بقدر ابصتها اما الموليكولر فورميلا هي الفورميلا اللي انا بقدر ابصتها طيب فناخد مثال كيف نحسب الامبيريكل فورميلا هلو زي ما انتو شايفين لازم عشان اطلع الامبيريكل فورميلا بدأكون عارف الاليمنتز بكونوا مذكرين بالسؤال بدأكون عارف الارقام اللي تحت هاي الارقام اللي تحت هون كأنه 1-1 هاي الارقام اللي تحت باعتبرها كأنها مولز فخدنا نشوف كيف راح نطلعها الامبيريكل فورميلا عندي صراحة انا تلت طرق الاولى هي انه الماس راح احولها هاي الطريقة الاولى الماس راح احولها لمولز يكون معطيني ماس لكل الامبيريمنت راح احولها لمولز عن طريقة نقسم على المولر ماس الطريقة التانية اللي هي يعطيني ماس كومبوزيشن او برزنتج كومبوزيشن خلنا نسميها ماس بيرسانت تمام هاي الماس بيرسانت راح اعتبرها برضو ماس احولها لمولز عن طريقة نقسم على المولر ماس واخر الطريقة هي الكمبسشن داتا كومبسشن يعني احتراق دقيقة كومبسشن داتا تمام هاي برضه راح احولها لمولز راح نشوف كيف فناخد مثال على الحال الاولى ما يكون معطيني ماس وبيدي احولها لمولز يعني بجمع الاحوال بدي احول بالاخير لمولز دائما عندي الستيب الاولى انه انا اطلع المولز في عندي هاد المثال ماعطيني انه فيه سامبل الماس لقلها 2.448 وفي الوزن الايرون فيها او ايش بتتكون من 2 elements الف اي والاكسجين يعني مبدئيا راح تطلع معي الفورمولا ف اي اكس او واي تمام فانا علي انه احسب ال اكس واحسب ال واي كيف راح اطلعها خلينا حكينا هاي ال اكس وال واي عبارة عن number of مولز او اي ماس بعطيني اياها بدي اروح احولها لمولز ف اول اشي مولز الايرون بتساوي الماس للايرون اللي هي 1.771 على المولر ماس للايرون اللي هي 55.8 هاي من الperiodic table بطلع معي number of مولز 0.0317 راح ااخد 3 significant figures لان انا عد بقسم 4 significant figures على 3 significant figures طيب باجي لمولز الاكسجين راح الماس للاكسجين اللي هي 0.677 تمام على المولر ماس للاكسجين هي 16 راح يطلع عندي الانسر 0.042 طيب هيك انا طلعت مولز الايرون و مولز الاكسجين في هي الصغر راح تكون مبدئيا fe 0.0317 تمام o 0.042 بس انا بالفورملا ممنوع يكون في عندي fractions ارقام عشرية لازم دايما يكون عندي integers ارقام صحيح فشو بعمل خطوة تانية انه انا اقسم على اصغر مولات فانا عندي هون 0.03 هون 0.04 معناها هاي اصغر مولات فرح اقسم على 0.0317 7 هاي كلية راح تطلع عندي 1 وهون لما اجي اقسم على 0.0317 راح يطلع عندي الانسر 1.3 تمام طيب شو بعمل هلأ برضو هاي fraction هاي ما بقدر اعملها rounding اول والله 1 لا بدي الاقي طريقة تانية الاشياء اللي بقدر اعملها rounding هي 1.01 1.02 ممكن ممكن احيانا 1.1 1.9 هدول بقدر اعملهم rounding اللي هي 1.0 1.1 او 1.9 طب هاي 1.3 شو بدي اعمل بدي ابلش اجرب اضرب بارقام اضرب بارقام لحد ما يصير عندي انتجر طيب هاي لو ضربتها ب2 راح يطلع عندي 2.6 لسا هاي ما بقدر اعملها rounding لساتها fraction طيب لو جربت اضربها ب3 راح يطلع معي الانسر 3.9 تمام دقيقة هاي لو ضربتها ب3 راح يطلع معي الانسر 3.9 تمام هاي حكينا بقدر اعملها rounding لما يكون في عندي 9 فكمان مرة اللي بقدر اعملهم rounding 1.0 1.1 اصلا هاي مو بحاجة اعملها rounding الا اذا كانت 1.1 تمام 1.01 او 1.1 او 1.9 هدول بقدر اعملهم rounding طيب فرح يطلع معي هون هاي بتصير تقريبا 4 فايش يعني راح اضرب المركب كامل ب3 فحسن عندي FE3O4 هاي الامبيريكل formula لهاي السامبل ناخد مثال ثاني وطبعا لاحظوا ان الماس لبعت السامبل احنا ما استخدمناها مش بحاجتها هون وانه انا بس بحتاج الماس لالإلمنت طيب هون عندي مثال ثاني بدنا الامبيريكل formula لهاي السامبل اللي فيها 0.04470 جرام من الكاربون وفيها 0.18 جرام من الهايدروجن 0.052 جرام من النيتروجن فما بدأين الامبيريكل formula راح تكون CXHYNZ فبدأ طلع هاي الارقام اللي تحت تمام طيب حكينا اول خطوة انه بقسم الماس لكل عنصر على المولر ماس تبعته المولر ماس الكاربون هي 12 راح يطلع عندي الانسر هون خانا اخد الفول مولر ماس الكاربون اللي هي 12.11 تمام شانتطلع معانا ارقام ادق طبعا بهاي الاسئلة كل ما اخدتوا ارقام ادق للمولر ماس بطلع معكم الجواب مولر ماس الكاربون فهون راح يطلع معي الانسر 3.77722 times 10 to the power of minus 3 باجعل هادرجن بقسم على المولر ماس الهايدرجن اللي هي 1.008 كمان مرة راح اخد الفول مولر ماس مشان يطلع معي ارقام اكورت فرح يطلع معي number of moles 1.860 times 10 to the power of minus 2 واخد الناتج على 14.007 راح يطلع معي الانسر 3.723 times 10 to the power of minus 3 طيب حكيانا بعد ما اطلع المولز لكل عنصر بدي اقسم على لسمولست مول على اصغر مولات باجي هاي هاد الرقم وهاد الرقم نفس الاشي تمام وهم اصغر من مولز الهايدرجن الليل ان هون عندي 10 to the power of minus 2 السالب 2 اكبر من السالب 3 معناها هاد وهاد هم اصغر اشي طيب فرح اقسم ما بتفرق على اقسم معالمين ان هم 2 نفس الرقم 2 identical فرح يصير عندي هون على نفسه 3.722 times 10 to the power of minus 3 هاي طلع عندي هون 1 وهاد الرقم على 2.722 times 10 to the power of minus 3 هلا بمشوف قده بيطلع وهاد على 2 سوري 3 ثلاث هاي 3.722 times 10 to the power of minus 3 هاي طلع عندي 1 بالنسبة له هاد هاد رجان هلا بمشوف قده رح يطلع بطلع عندي 5 تمام طيب معناها هالفورميلة عندي هي هي h 5 n تمام هاي هي صيغة المركب طيب هلا خلينا ناخد مثال على الحالة التانية لما ما يكون معطيني ماسز ومعطيني مكانها برسنتج كومبوزيشن هون في عندها هاد المثال بقول لي find the empirical formula for a compound contains 43.64% of phosphorus and 56.36% of oxygen طيب حكينا اما ما اما لما يكون معطيني ماس بقسمها على المولر ماس بطلع معي number of moles طب هون كي بدأ لقي number of moles هون بعتبر الكمبوزيشن نفسه تمام نفسه ماس تمام فرح ااخد البرسنتج كومبوزيشن كماس فبقول مولز لا الفوسفوراس بتساوي الماس او البرسنتج كومبوزيشن تمام رح اخدها زي ما هي مش رح اقسم هون مش رح اخد 0.43 لا رح اخد الرقم زي ما هو 43.64 على المولر ماس الفوسفوراس 30.97 تمام فرح اطلع معي number of moles على الكالكوليتر 1.41 تمام او حتى هون 4 significant figures رح يطلع 99 0 خلنا اخد زي ما هو 0 9 طيب المولز زي الاكسجن رح تساوي البرسنتج كومبوزيشن اللي هي 56.36 على المولر ماس الفوسفوراس الاكسجن هي 16 تمام فرح يطلع معي الانسر 3.5 طيب 4 significant figure فرح يطلع معي D 2 3 باخده طيب هاي طلعت number of moles عن طريق ان انا حولت mass composition او mass percentage composition لمولز اعتبرتها هي نفسها mass وقسمتها على المولر mass طيب هكينا الخطوة التانية بقسم على اصغر مولات اللي هي هون 1.409 هاي رح تطلع عندي 1 وهاي 1.409 عالكالكوليات رح تطلع معي الجواب 2.5 تمام طيب حكينا هاد عندي فراكشن ما بصير يطلع عندي فراكشن وهاد ما بقدر اعمله rounding فببلش اضرب فعندي الفورمولا كأنها B1 O 2.5 لو ضرب 2.5 ب2 رح يطلع عندي 5 فهي 2.5 times 2 رح يطلع عندي 5 فهو انتجر معناها هاد المركب كله رح اضربه ب2 رح يطلع عندي B2 O 5 هاي هي الامبيريكل فورمولا طيب خلينا على نفس السؤال لو طلب مني موليكولر فورمولا هلا خطوات الموليكولر فورمولا ولا بتفرق اش عن الامبيريكل الا انه في عندي خطوة زيادة هلا رح نشوفها بيكون معطيني المولر ماس للانون كومباوند بالسؤال فخلينا نرجع على المسألة اللي خلينا نضيف عليها انه find the molecular formula تمام formula if the molar mass of this compound or for this compound is 283 تمام فكمان مرة الموليكولر فورمولا خطواتها ولا بتفرق اش عن الامبيريكل فورمولا يعني بالاول عشان اطلع من موليكولر فورمولا رح اطلع empirical formula بعدين شو بعمل باجي فيه اشي اسمه ان خلينا اكتبه هون في ان تمام او فاكتور هاد الفاكتور بيساوي المولر ماس للانون كومباوند او المولر ماس الموليكولر على المولر ماس للامبيريكل طيب طيب فعشان اطلع الموليكولر بقول انه ان او هاد الفاكتور بيساوي المولر ماس الموليكولر اطانية 283 المولر ماس الامبيريكل اللي انا اطلعتها اللي هي 2x30.97 بلاس 5x16 على الكالكوليتر راب بيطلع معي الجواب رح اطلع معي الانسر تقريبا 2 تمام معناها هالفاكتور او بدي اضرب الامبيريكل فاكتور الامبيريكل فورميلا بالتنين لحتى يطلع معي الموليكولر فورميلا فرح ااجي اضرب هاي بالتنين ويطلع معي الموليكولر فورميلا هي كمان مرة بي اتنين times 05 رح اضربها باتنين بيطلع معي هاي الامبيريكل الموليكولر هي بي فور أو 10 هاي موليكولر فكمان مرة غصبا عني اذا طلب مني موليكولر غصبا عني انا بالاول رح احسب الامبيريكل ليه رح احسب الامبيريكل مشان اقسم المولر ماس طبعة الموليكولر على المولر ماس طبعة الامبيريكل مشان اطلع الفاكتور اللي لازم اضرب فيه اللي هي ان فبمسك بعد ما اطلع الفاكتور بمسك الرقم اللي طلع معي بضرب الامبيريكل فيه بطلع معي الموليكولر فورميلا فانا هيك هيك راح اطلع الامبيريكال فورميلا لحتى اطلع الموليكيولر طيب اتوقع هيك بيكفة على الكمبوزيشن خليني اشوف اذا فيه سؤال تاني او خليني ناخد على انه يطلب مني السؤال من الاصل انه احسب موليكيولر فورميلا طيب هون بقولي find a molecular formula for a compound معطييني المولر ماسي له 264 contains 40.92% كاربون 4.58% هيدروجين و 54.50% اوكسجن طيب حكينا اول اشي الماس كومبوزيشن او البرسنتج كومبوزيشن باعتبرها ماس وباقسم على المولر ماس لحتى اطلع number of moles فهاي على 12.0 خليني اطلع المولر ماس كاملة 011 راح يطلع معي الانسر 3.407 تمام لازم يطلع معي 4 significant figures بالنسبة لهذه اطلع على 1.008 ويطلع معي الانسر 4.54 تمام واخر شي الاكسجن على 16 راح يطلع معي الانسر 3.406 تمام طيب بعد هيك حكينا باقسم على اصغر مولات هدول التنين نفس الاشي فرح اقسم هون على 3.0 تقريبا نفس الاشي 0.06 هون راح يطلع عندي 1 هون على 3.406 هلا بنشوف على الكالكوليتر وهاي على 3.406 راح يطلع عندي 1 بالنسبة للهايدرجن راح يطلع معي 1.33 حكينا باقسم معي ارقام زي هيك بدي ابلش اجرب اضرب خينا نكتب الفورمولا كمان مرة راح يطلع عندي C1H 1.3301 والموليكولر ماس للمركب الاعطاني ايه 264 طيب لو جربنا انضرب 1.3x2 راح يطلع عندي 2.6 ما بوضبط x3 بطلع عندي 3.9 فهاي بادر اعمالها راوندينج لفور فهاد الكليات راح اضربه times 3 ويطلع معي الانسر او تطلع معي الامبيريكل فورمولا هي C6H4 سوري C3 O3 تمام هاي الان طلعتها هي الامبيريكل فورمولا لو حتطلع الموليكولر فورمولا حكينا ان هالموليكولر فورمولا لازم طلع الفاكتور n عن طريق ان اقسم المولر ماس للموليكولر على المولر ماس الامبيريكل طيب راح يطلع معي 264 على 3 times 12 plus 4 plus 3 times 16 اطلع معي الانسر هاي المولر ماس راح تطلع دي 88 لما اقسم 264 على 88 بطلع معي الجواب 3 يعني انا لازم اضرب الامبيريكل ب 3 فهاي الامبيريكل times 3 راح يطلع معي C9 H 12 C9 ايه سوري O9 O9 تمام ان شاء الله يكون موضوع واضح وبسيط طيب هلأ ناخد اخر حالة اللي هي لما نعطيني combustion data هلأ بالعادة الطلاب بس صعبوا منها معنى combustion data data كتير سهلة يمكن اسهل منها دول فخلينا ناخد مثال او قبل ما ناخد مثال بيه combustion data او ايش بيكون السؤال صراحة فيه combustion انو assemble was analyzed by combustion to وبكمل لك السؤال combustion data طيب يعني كمان مرة السؤال صراحة بيكون فيه combustion احتراق شو بعمل بال combustion data ما بيعطيني معلومات عن elements لا بيعطيني معلومات عن CO2 تمام CO2 ماشي بعطيني مولز للCO2 وانا من عندي بقول انه مولز CO2 هي نفسها مولز الكاربون تمام فكمان مرة لما يعطيني مولز عن CO2 كأنه اعطاني مولز الكاربون طيب اذا كان ما يعطيني mass مش مولز رح احول الماس لمولز عن طريق انه اقسم على المولر mass للCO2 اللي هي 44 تمام طيب وبعد هيك بطلع number of مولز بقول مولز CO2 هي نفسها مولز الكاربون طيب او خلان اقول هون يساوي احسن طيب تاني اش رح يعطيني معلومة او مولز ال H2O تمام رح يعطيني مولز H2O هلا مولز ال H2O لو ضربتها باثنين تعطيني مولز الهايدروجين تمام لو ما كان معطيني مولز كان معطيني mass ثم بروح بحولها لمولز عن طريق اقسم للمولر mass تبعت الووتر اللي هي 18 تمام فكمان مرة بالكمبسشن داتا ما بيعطيني معلومات direct عن ال elements لا بيعطيني mass او مولز لل CO2 فانا بقول ان مولز CO2 هي نفسها مولز الكاربون تانيا بيعطيني مولز لل H2O او ماس ال H2O وانا بحولها لمولز بقول بس اضربها بالتنين بطلع معي مولز الهايدروجين تمام الماء ما بتعطيني مولز الاكسجين نهائيا تمام فانا من الكمبسشن داتا مولز الكاربون مولز CO2 هي نفسها مولز الكاربون ومولز ال H2O ضرب تنين هي نفسها مولز الهايدروجين خلينا ناخد مثال فعندي هذا المثال بقول لي the combustion of 5.217 sample of a compound in pure oxygen pure oxygen معناها عندي ال oxygen excess تمام طيب give 7.406 g CO2 4.512 g H2O بده ال empirical formula فما بدئيا انا عندي CX H-Y-O-Z تمام بدأطلع هاي الارقام حكينا هون بأسئلت الكمبسشن دايما CO2 بتعطيني مولز الكاربون بس هون لانه ما عطيني ماس فبقول المولز لا CO2 ماشي CO2 بتساوي الماس اللي هي 7.406 على المولر ماس اللي هي 44 بطلع معي الانسر 0.168 تمام طيب وهاي النفس رح تكون مولز الكاربون مولز لا الكاربون طيب نيجي لا حكينا ال HTO ال HTO بتعطيني الهايدرجن فبقول او اش انه عندي ماس بتحولها لمولز مولز ال HTO بتساوي الماس اللي هي 4.512 على المولر ماس ال HTO اللي هي 0 او 18.00 equals 0.25 مول هاي HTO حكينا لما اضربها باتنين بعطيني مولز الهايدرجن تمام اللي هي رح يطلع عندي 0.50 مول للهايدرجن تمام طيب هلأ شو ضل عندي ضل عندي اخر اشي مولز الاكسجن من وين بدي اجيبها شو بعمل هلأ هدول المولز للكاربون والهايدرجن خلينا اسجلهم بس على الجنب مشان نعرف نحل بصفحة جديدة طيب هلأ كيف دقاطلع مولز الاكسجن بقول رح اروح احول مولز الكاربون لماس تمام عن طريق انه اضرب بالمولر ماس 0.02 اجرام للكاربون والهايدرجن رح يطلع معي 0.5 خلينا نقول 50 تقريبا 54 خلاص خلينا ناخدها 50 بعدين 4 تمام ناخد 3 significant figures طيب هلأ أنا طلعت ماس كاربون وماس هايدرجن فرح اقول ماس الاكسجن بتساوي الماس للسامبل اللي هي 5.217 مايناز الماس تبعات الكاربون بلس الهايدرجن رح يطلع معي الماس للاكسجن بتساوي يطلع معي 2.69 جرام للاكسجن فكمان مرة عشان اطلع ماس الاكسجن اضطريت اني احول مولز الكاربون لماس ومولز الهايدرجن لماس عن طريق ان اضرب بالمولر ماس بعد هيك اخدت الماس للسامبل وطرحت منها مجموع الكاربون مجموع ماس الكاربون وماس الهايدرجن لحط اطلع ماس الاكسجن هلأ ماس الاكسجن بقسمها على المولر ماس اللي هي 16 فرح اطلع معي مولز الاكسجن بتساوي عالكالكوليتر 0.268 اللي هي نفس مولز الكاربون طيب هلأ ضل اخر اشي اطلع الامبيريكال فورميلا اطلع معي 0.168 كاربون اس في كاربون 0.168 بعدين عندي هايدرجن اللي هي 0.50 واكسجن و 0.168 حكيانا بقسم على اصغر مولز اللي هي 0.68 0.168 على 0.168 هاي 1 1 بنسبة لهذا درجن بطلع معي لهذا درجن هون رح يطلع معي 2.9 بقربها بتصير 3 بتطلع معي الفورميلا C H3O هاي الامبيريكال فورميلا فانكمان مر بلكم بس شن داتا المولز تبعت السي او تو بتعطيني مولز الكاربون اذا كان معطيني ماس سي او تو او الاشي بحولها لمولز عن طريق ان اقسم على المولر ماس بعديها بكون طلعت مولز الكاربون ماس ال H2O او مولز ال H2O اذا ضربتهم باثنين اذا الماس حولتها لمولز وضربتهم باثنين بطلع معي مولز الهايدرجن بطلع علي اخر اشي ماس او مولز الاكسجن من اين بدي اجيبها بروح بحول المولز تبعت الكاربون والمولز تبعت الهايدرجن لماس عن طريق ان اضرب بالمولر ماس تبعتهم اللي هي 12 و 1 بعدين هيك انا طلعت الماسز بجمعهم بطرحهم من التوتال ماس او الماس تبعت السامبل بطلع معي ماس الاكسجن بقسمها على المولر ماس الاكسجن بطلع معي number of مولز لا الاكسجن بعدين حكينا بقسمها على اصغر مولات يعني بالكمبوسشن داتا هون الحالة الوحيدة اللي ان بستخدم فيها الماس للسامبل قبل كان يعطيني ماس للسامبل لما يعطيني ماس داريكت او ماس بيرساند ما كنت استخدم هناك الماس تبعت السامبل كنت بس استخدم ماس الاكسجن هون راح اضطر استخدم ماس السامبل لحتى اطلع ماس الاكسجن اتوقع هيك بكفي اشوف اذا في مثال تاني بكفي هيك امثلة على الكمبوسشن او على الامبيريكال فورميلا والموليكولار فورميلا ان شاء الله يكون موضوع سهل وبسيط اي استفسار ابعتوا على انستجرام او تركولي كومنت وياتيكم الافيه